السلام عليكم اسرائيل اقتحمت عمق قطاع غزة بهجوم خطير ومفاجئ للغاية يوم امس وهذا الهجوم طبعا تحدثت عنه العديد من الوكالات مثل وكالة رويترز السي ان ان ووكالة الانادول التركية والحديث هنا عن ان الهجوم كان قادما من مدينة كيزوفيم التي ترونها هنا الحدودية مع قطاع غزة وبان عملية الاستهداف كانت قادمة والهجوم باتجاه خاصيرة قطاع غزة على هذه المنطقة التي تعتبر مسافتها قصيرة للغاية مقارنة بالمسافات الاخرى الموجودة طبعا في قطاع غزة في هجوم مربك في هجوم غير معلن ابدا واذا ما اقتربنا من هذه المنطقة لكي ناخذ هذه التفاصيل بشكل اكبر ونفهم تماما ما الذي جرى من خلال هذا الهجوم ونتوقف هنا طبعا فان عملية الهجوم كما تحدثنا بانها جاءت من هذه البلدة الاسرائيلية كيزوفيم طبعا واستخدمت فيها جرافتين اسرائيلية بالاضافة الى دبابات ميركافا الاسرائيلية طبعا التي كانت قد تحشدت واستهدفت هذه المنطقة وكما نلاحظ بان المنطقة التي قد تم فيها التقدم كما نلاحظ هذه المنطقة تحديدا ودعوني اشير لكم على هذه المنطقة ستجدها بانها منطقة مفتوحة تماما ليست هناك اي بنايات او اي مباني من الممكن ان تعرقل هذا التقدم وتشكل خطرا على الرتل الاسرائيلي وبان هناك وعبارة عن منطقة مفتوحة زراعية هي المنطقة التي استغلتها اسرائيل في عملية التقدم وفي نفس الوقت ايضا بان هناك طرقا مهمة للغاية موجودة في هذه المنطقة الطريق الاول طبعا هو هذا الطريق الفرعي الذي يأتي باتجاه بني سهيلة التي هي طبعا شرق خان يونس كما ترون وهذه هي بني سهيلة هنا وكذلك ان هناك طريقا رئيسيا يمتد طبعا من الدير البلح مباشرة الى خان يونس هذه هي الطرق التي يبدو بان اسرائيل كانت تحشد باتجاه والي التقدم لها وايضا بان المسافة التي تأتي في الحدود من قطاع غزة مباشرة من هذه النقطة تحديدا ومن خاصرة القطاع طبعا الى البحر المتوسط تصل الى ما يقارب الستة فاصل ستة كيلو متر وهذا يفتح الباب للانقضاض على هذه المنطقة والسيطرة عليها وبتالي الجانب الاسرائيلي دخل في بادي الامر بجرفتين طبعا خاصة به وهذه الجرفات الاسرائيلية من الجرفات التي تستطيع من عملية ازالة اي موانع امامها مثل الكتل الكونكريتية او حتى السواتر على الخنادق على سبيل المثال او السياج او الاسيجة التي ممكن ان تواجهها وكذلك دبابة واحدة من دبابات ميركابا وكانت هناك تحشيدا ايضا للجانب الاسرائيلي دخلوا بداية بقوة صغيرة وذلك من اجل جسي نبض الدفاعات واستطلاع القوة الموجودة في هذه المنطقة ورؤية ما الذي سيحدث فعلا واذا ما جاءت الامور في صالحهم سيزيدون من عملية الزخم الخاص لهذا التقدم وسيفتح الباب لهم طبعا للسيطرة على هذا الطريق الفرعي الذي ترونه ويقطعون طبعا الطريق الممتد الى بني سهيلة وبعدها يفتح الطريق للسيطرة على هذا الطريق الرئيسي الذي يمتد من دير البلح مباشرة طبعا الى خان يونس ويفتح الباب ايضا بشكل كبير للجانب الاسرائيلي لتوجيه مجموعة من الضربات وارباك هذه المنطقة وقد يأتي ايضا الكوماندوز الاسرائيلي في اي لحظة لكي يظهر طبعا ويستخدم البحر المتوسط ليتسلل الى هذه المنطقة ويقطعون تماما الطريق بين طبعا ويعزلون غزة وديار البلح عن المنطقة الجنوبية التي هي في خان يونس ورفح وبالتالي يقطعون اوصال الفصائل الفلسطينية الموجودة في هذه المنطقة لكن المثير طبعا مع التقدم الاسرائيلي بهذه القوة بهذه المساحة المفتوحة فجأة ظهرت الفصائل الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام في مواجهة هذه الجرافات وهذه الدبابة بمجرد ما دخلوا بامتار بسيطة الى هذه المنطقة وتمكنت طبعا كتائب القسام من ضرب هذه الجرافات الاسرائيلية وكذلك ضربوا الدبابة الاسرائيلية وادى هذا الامر باعتراف الاسرائيلي واضح من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الى قتل جندي اسرائيلي واحد وجرح ثلاثة كذلك وتركوا طبعا معداتهم وانسحبوا الى الداخل وبقيت طبعا الجانب الاسرائيلي والقوة قد انسحبت من مسألة التحشيدات الخاصة بها وطبعا هذا فتح الباب على العديد من الامور بالنسبة لجانب الاسرائيلي وحقيقة واضحة بانهم رغم كل القصف لهذه المناطق لمدة 17 يوما طبعا الى يوم امس هي 16 يوما من ضربات واستهدافات كبيرة للغاية على البنى التحتية لحركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي واختيالهم لعدد من القادة الا ان في نهاية المطاف ظهرت الفصائل الفلسطينية في عملية الرد الذي نتحدث عنه بهذا الشكل وافشلوا عملية جس النبض او التقدم الذي قامت به اسرائيل وطبعا ايضا يجب ان لا ننسى الحصار المطبق على هذه المنطقة لا وقود لا غذاء لا ادوية نزوح للناس ارتباك للوضع الا ان الفصائل الفلسطينية واضح بانها مستعدة للقتال على كل متر من 360 كم في قطاع غزة باكملها هذا ما اصبح واضحا للجانب الاسرائيلي وبالتالي هي ايضا تفتح الباب للجانب الاسرائيلي لدراسة ما جرى ودراسة كيف ان الفصائل الفلسطينية مستعدة لعملية الدفاع الخاصة بهم ولاجاد ثغرات اكبر في هذا المحور الرئيسي الذي يعتبر نقطة مهمة للجانب الاسرائيلي لكي يسيطر عليها ويقطع عصال الفصائل الفلسطينية كما تحدثنا طبعا الجانب الاسرائيلي ليلة يوم امس بعد كل ما جرى وجهوا ضربات عنيفة للغاية ليلة يوم امس هي الليلة الاعنف على الاطلاق على مدينة غزة التي تأتي طبعا الى شمال قطاع غزة وعدد من المصادر المهمة مثل ايرم نيوز وكذلك مثل الصباح هي التي نشرت مقاطع هذه الضربات التي سترونها امامكم الآن ضربات كبيرة للغاية على هذه المنطقة كما تلاحظون وتجد بان فعلا هذه الضربات لم تكن سهلة ابدا حتى الاوساط والاحاديث وما نقل من تعليقات وغيرها من الموجودين طبعا في قطاع غزة قالوا بان ليلة يوم امس هي كانت الليلة الاعنف طبعا على الاطلاق وايضا في نفس الوقت كما نلاحظ هذه بعض الصور لهذه الانفجارات التي جاءت على قطاع غزة ضربات عنيفة للغاية ليلة يوم امس لا بل ان ايضا هذا الامر وهذه الضربات جاءت بعد 48 ساعة من قصاصات خاصة بجيش الدفاع الاسرائيلي نشرها طبعا في قطاع غزة تحديدا في مدينة غزة وطلبوا من الجميع ان يخلوا المنطقة طبعا وقالوا بان وجودكم شمال وادي غزة سيعرض حياتكم للخطر وبالتالي هم سيعتبرون اي شخص موجود وان كان مدنيا في تلك المنطقة في غزة سيعتبرونه ببساطة بانه جزء من حركة حماس او حركة الجهاد الاسلامي او كتائب القسام وبالتالي سيقومون باستهدافه وبدأت الضربات تأتي بشكل كبير بهذا الشكل طبعا ليهيئون ويقوموا بالتهيئة لعملية اقتحام بري قادمة من قبل الجانب الاسرائيلي وايضا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بانيا مين نتنياهو كان حاضرا مع عدد من القادة من رئيس الاركان العامة من رئيس الموسادة الاسرائيلي ديفيد بارنيا كان حاضرا بالتالي لقاءات مكثفة الاسرائيليون طبعا يستعدون بشكل مكثف للعملية البرية ولكن المفاجأة بان جانب الامريكي بحسب النيويورك تايمز بعد هذا الهجوم والاختراق الذي جاء بهذا الشكل نشرت النيويورك تايمز بان الجانب الامريكي طالب ونصح الجانب الاسرائيلي من تأجيل مسألة العملية البرية والاقتحام البري الذي تنوي اسرائيل القيام به باتجاه قطاع غزة وهذا لأسباب قد ذكره الجانب الامريكي وهي أسباب مقنعة ومهمة للغاية فالجانب الامريكي طبعا مثل ما رأينا وزارة الدفاع الامريكية في الثمانية واربعين ساعة الماضية أعاد التوجيه دوايت ايزنهاور حاملة الطائرات الامريكية باتجاه قيادة أو منطقة قيادة القيادة المركزية الامريكية باتجاه بحر العرب وخليج عمان وكذلك ضافوا قوة إضافية من المشات الامريكية أو القوات الإضافية الامريكية وكذلك يريدون نشر كتائبا من المنظومات الباتريوت ومنظومات الثات في نفس الوقت والسبب أن طبعا الولايات المتحدة قالت لإسرائيل بأننا نريد ببساطة منكم أن تنتظروا وتتريثوا في مسألة التقدم لقطاع غزة لأنكم إن تقدمتم الآن فأن هناك مؤشرات خطيرة بأننا سنكون أمام حرب إقليمية بسبب أن مؤشرات الحرب الإقليمية حاضرة على الأرض بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل مما تفعله الفصائل المسلحة الموجودة في العراق من استهدافات على القواعد العراقية التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي أو حتى القواعد التي يتواجد فيها الأمريكيون أيضا في سوريا والهجوم الخطير الذي رأيناه مؤخرا من جماعة الحوثي باتجاه البحر الأحمر باتجاه طبعا إسرائيل تحديدا وأيضا وبالتالي الأمريكيون ما يقولون هنا بأننا نريد أن تصل كل هذه القوات ونحشد ونحضر للاستعداد لإشتعال الحرب الإقليمية عند بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة لا بل إن بحسب التفاصيل لنيويوك تايمز هنا فأن وليات المتحدة تحضر أيضا لسيناريو دخول إيران مباشرة بهذه الحرب وطبعا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت مع الجانب الإسرائيلي كسبب آخر بأنهم على وشك أن يتمكنوا وهم يفاوضون حركة حماس في مسألة إطلاق خمسين أسيرا موجودا أو خمسين رهين من مزدوجية جنسية الذين طبعا ألقت القرض عليهم حركة حماس وطبعا سحبتهم إلى قطاع غزة هناك أنباء وكلام كبير على أن هناك مفاوضات من أجل إخراجهم وبالتالي بدأت العملية العسكرية البرية الإسرائيلية باتجاه قطاع غزة كيف سيخرج هؤلاء ستكون حياتهم في خطر قد يتعرضوا للإعدام وغيرها وبالتالي الولايات المتحدة تضع العديد من الحسابات ومسألة الحرب الإقليمية في المنطقة مع بدء إسرائيل بعملها البري في قطاع غزة هي واردة وواردة للغاية ومؤشراتها خطيرة والعديد من الخبراء الأمريكيين مثل هال برانز هذا الرجل أحد أهم الكتاب على بلومبرغ وكذلك أن هذا الرجل هو أستاذ في مركز هنري كاسنجر في كلية الدراسات الدولية في جامعة جون هوبكنز الأمريكية كان قد كتب مؤخرا على بلومبرغ بأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها التصعيد من أجل ردع التصعيد الذي يأتي باتجاهها ولكن الأمور ستتصاعد من وجهة نظره وأن المنطقة ستلتهب وستتصاعد بشكل خطير لا بل أن أيضا الأتلانتك كونسل تحدثت في الـ 72 ساعة الماضية بأن الأمور ستزداد سواء في الداخل العراقي ونحن نرى الفصائل المسلحة وهي تهاجم القواعد التي يتواجد فيها طبعا القواعد العراقية التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي إن كانوا موجودين في عين الأسد أو إن كانوا موجودين في قاعدة الحرير وغيرها وهجمات تنطلق من العراق مباشرة على القواعد الموجودة أيضا الأمريكية في سوريا مثل قاعدة التنف وغيرها اليوم كان هناك هجوما أيضا وهجمات خطيرة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ أترات تيك كونسل تقول بأن الأمور في العراق ستزداد سواء وبأن العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العراق قد تنتهي في أي لحظة بسبب الهجوم والتطورات الخطيرة الموجودة باتجاه قطاع غزة لا بل إن الاستقرار في العراق أيضا مهدد للغاية وهناك أيضا معلومات يتم الحديث عنها اليوم بأن الجانب الأمريكي أرسل رسالة مباشرة إلى الجانب العراقي وإلى القيادة العراقية في مسألة هذه الهجمات التي تأتي من الفصائل المسلحة تجاه مستشارية التحالف الدولي وغيرها سنسمع الكثير من هذا الأمر وسنرى طبيعة البيانات التي ستصدر ولكن هناك كلاما بأن وليات المتحدة يبدو بأنها جادة مع الجانب العراقي وجانب العراقي في موقف قد لا يحسد عليه أبدا بسبب كل هذه الاستهدافات طبعا مسألة الحرب الإقليمية الآن يتم الحديث عنها بأن إذا اندلعت حرب في هذه المنطقة فالمنطقة قد تتقسم مواقع تركيا مثل هذا الموقع الذي ترونه على موقع أكس حسابات على موقع أكس طبعا تحدثت بأن هناك تغيرا سيطرع على المنطقة إن جرت حرب كبيرة في هذه المنطقة ولأسباب طبعا هي مثيرة للاهتمام فهم يجدون وتجد هذه الأوساط التركية بأن هناك تهديدا من الفصائل المسلحة من الجولان من سوريا يزداد وأصبح خطيرا مع خطورة طبعا حزب الله اللبناني باتجاه الجانب الإسرائيلي هذه النقطة أصبحت خطيرة وأيضا في نفس الوقت بأن هناك محافظة السويداء التي فيها اعتصامات وتظاهرات وخرجت عن سيطرة النظام السوري وبأن هناك اتصالات أمريكية من أجل طبعا جعل هذه المنطقة عبارة عن منطقة آمنة ويجب أن ننتبه بأن هناك قاعدة التنف منطقة الخمسة وخمسين كيلو التي تتواجد فيها القوات الأمريكية المهددة طبعا والتي اليوم استهدفت أيضا بالطائرات المسيرة هي قريبة من محافظة السويداء وأيضا في نفس الوقت أن هناك أسلحة مستمرة للفصائل المسلحة تذهب وتهرب من الداخل العراقي إلى الداخل السوري وبأن الأطراف الأمريكية والقواعد الأمريكية على شرق نهر الفرات أو قوات سوريا الديمقراطية دائما ما تستهدف من قبل هذه الفصائل هناك ضغط على قسد بشكل كبير للغاية وبالتالي الحديث هنا أن الحرب من الممكن أن تغير الخارطة وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعمل على ممر اسمه ممر ديفيد وهذا الممر أن تسيطر وأن تتم السيطرة على الجولان ويخلقون طريقا يمتد إلى محافظة السويداء وكذلك يمتد أيضا إلى قاعدة التنف ويؤمن هذه المنطقة وخاصة كانت هناك الكثير من الأنباء التي رأيناها من عمليات تهريب المخدرات من قبل الفصائل الموالية لإيران باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي هذه المنطقة تؤمن بمثل هذا التحرك أيضا هذه نقطة أخرى يجب أن ننتبه لها وأيضا بأن هذا الطريق سيمتد حتى يقطع مسألة الحدود القادمة من القائم إلى البوكمال وبالتالي يقطعون مسألة تهريب هذه الأسلحة وتشفيف هذه الفصائل شيئا فشيئا مع هذا الطريق وطبعا هذا الطريق سيمتد إلى شرق نهر الفرات لكي يشكل طريقا كبيرا للغاية طبعا كما نلاحظ من شمال سوريا مباشرة إلى البحر المتوسط وأيضا أن هذه المنطقة مرتبطة بإقليم كردستان وهذه مسألة طبعا مهمة للغاية بالنسبة لإقليم كردستان طبعا منطقة مهمة إن كنا قد رسمنا الخارطة بالشكل الصحيح فإن أقليم كردستان هنا في هذه المنطقة وبالتالي الطريق منتد من الإقليم إلى البحر المتوسط وبالتالي هنا هذه المناطق إن كان هناك ضغطا مثلا من تركيا على الكرد من الإيرانيين على الكرد أو حتى من الأتراك على الكرد في العراق فأن هذا الطريق سيكون مفتوحا وتتغير خارطة المنطقة وطبعا النظام السوري في خطر كبير للغاية وقد ينهار النظام السوري بسبب هذا التحول وهذه الخارطة وهذه الخارطة باللغة التركية كما نشرت بالنسبة لطبيعة التقسيم الذي يهدفون له ولا أقصد التقسيم أقصد هنا الممر الآمن الذي سيهدف لحماية حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام بالتالي نحن أمامه ظروف كبيرة للغاية نظريات كثيرة حرب قادمة لا محالة بحسب الخبراء الأمريكيين وبحسب ما تحضر له الولايات المتحدة الأمريكية في مسرح العمليات ننتظر ونرى ما الذي سيجي